موسيقى يعني دكتور دائما اللي بيهم الناس هيدا الموضوع في عنا كتير من الاسئلة بتهم الناس لانه الازمة المالية عم تقضي على ما تبقى من رواتب طبعا بهيدا البلد خلينا نبدأ من الامر الاخير الذي بالامس ضج بوسائل الاعلام 90% بيغطيها الضمان من الفاتورة الاستشفائية او العمليات الجراحية الاساسية او كيف تقيم هذه العمليات يعني من بيقيم انه هذه العملية تغطى بتسعين بالمية او دا بداية يعني بدنا نتشكرك وبنتشكر تلفزيون الانبيان اللي خصص لنا حلقة للسندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتأكيد مثل ما بتعرف الضمان الاجتماعي هو من اهم الاولويات مش بلبنان بكل دول العالم يعني من كل البرامج الحكومية كل الرؤسة بكل دول العالم وتطلع ببرامجهم الانتخابية الضمان الاجتماعي بيكون عنصر اساسي لا اختيار المواطنين وبالتالي كل ما بيكون الضمان الاجتماعي متعافي كل ما بيكون الشعب مرتاح نعم فيه متل ما بلشنا نقول للأسف نحنا امرئنا بأزمة اقتصادية وبعدنا يعني حاولنا بلشنا نطلع شوي شوي ولكن للأسف بعد ما طلعنا منها بلش شوي شوي القطاع الخاص يطلع ولكن للأسف بعد القطاع العام ما تابع بالوتيرة زيتة خاصة فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالرواتب والأجور فيما يعنينا قدمان اجتماعي بتعرفوا للأسف يعني ان كانت تعويضات العائلية او تعويضات نهاية الخدمة او التقديمات الصحية وصلت لمرحلة تقريبا انجأ عم بيغطي الضمان 5% ل10% من ما كان يغطيه سابقا نعم وبالتالي من شان هيك الكل صار يقول المجد والضمان وبلش يطلع حاكي كتير وإلى ما هنالك فكبداية اول شي بأننا نحب نوضح شوي للناس انه الضمان الاجتماعي انه اخر شي يعني ما بيطبع مصاري الضمان الاجتماعي شو بيجبئ اشتراكات شو بتعطي الدولة بيحاول يوظفها بافضل طريقة ممكنة لحتى يلبي الاحتياجات شو عم تغطي يكون الدولة بس كبداية خلينا نقول انه للأسف يعني نحنا تقريبا بتقديراتنا للعام 2024 نحنا متوقعين يفوت للضمان حوالي 15 الف مليار لانه تحديقة تقريبا بحدود 170 مليون دولار في حين انه نحنا قبل الازمة كنا ننفق تقريبا بحدود 850 مليون دولار وبالتالي يعني الضمان هلأ عم يجي ارادات 20 بالمية مما كان ينفقه قبل الازمة منشان هاك اهمية اللي بلشنا نعمله فالناس بدأت تكون واعية وعم تعرف شو عم بصير نحنا عم يجينا تقريبا 20 بالمية اللي كنا نعطيه سابقا وبالتالي هال20 بالمية اذا ما ننوزع على كل شي ما هيوصلوا شي للمواطن منشان هاك نحنا عم نختنم هيد الفرصة انه صار في ازمة لحتى نعيد النظر بكل سياسات واداء الضمان الاجتماعي منشان هاك اهم خطوة اصلاحية امنا فيها هي موضوع العمليات الجراحية المقطوعة اوكي هيدا الموضوع اخد مني انا شغل حوالي لعشرة شهر شو قدرنا نعمل انطلقنا من اللي كانت عاملته وزارة الصحة في حوالي 3200 عمل جراحي مقطوع اللي هن بغطوا كله العمليات طبعا كانت وزارة الصحة في البداية اول ما انطلقت بالعام الفين موسع البكار كتير مؤخرا متل ما بتعرفوه من حوالي الشهر او شهرين تقريبا وزير الصحة حصروا كل الان انا كل هالعمليات ما عد بدي غطي منا الا 123 ل 124 عمل جراحي مقطوع اوكي فبالتالي وزارة الصحة حاليا بتغطي 123 ل 124 نحنا كضمان اجتماعين طلقنا من هيدا الموضوع وقلنا ما بيقدر الضمان لانه مثل ما بتعرف الضمان في ناس عم تدفع اشتراكات ما منقدر نكون محصورين مثل ما عملت وزارة الصحة لانه اخر شيء وزارة الصحة كأنه عم تعطي مساعدة او مني للناس في حين الضمان الاجتماعي حق فيه اشتراكات ففيه اشتراكات منشان هيك نحنا توسعنا اكتر باطار السلة اللي مننا نقدمها فانتقاينا تقريبا من هال 3200 عمل حوالي 269 عمل جراحي لهن بشكله 85% من كل الحالات الاستشفائية بالضمان يعني شفنا اكتر شيء العالم شو بتفوت زايدة مرارة قلب مفتوح الى ما هنالك العمليات الاساسية كله هي تلكبيرة والمهمة واللي العالم اكتر شيء بتطلبها يعني تقريبا هلأ فرجيك بالارقام يعني مناصل تقريبا شيء بين حوالي 105000 موافقة سنوية للاستشفاء لهيدا الموضوع عم بفوت كان بالتسعين خمسة وتسعين الف لهال 269 عمل لاخترناهم وبالتالي اخترنا الاساس اللي هو دوب للي اخدته وزارة الصحة وهو دي الخطوة المهمة شو قلنا قلنا هيدا التعريفة هيدا تعريفة نهائية وهيدا التعريفة الواقعية وبالتالي الاهم بكل هيدا الموضوع انه المواطن حيرجع يدفع فقط 10% وهيدا بده يكون واضح نحن بلشنا نطبق من البارحة وقلنا لكل المستشفيات بلبنان نحن معكم لآخر هيدا الشهر لحتى اتنزلوا على السستامات لانه نحن بلشنا فيه من شهر اربعة بس كنا عم نقول بالبداية المضمون يدفع 50% ونحن 50% هلأ قالنا لا بلنا نعود نحسس المواطن بحرية هذا الموضوع فالضمان فيما يتعلق بالعمليات الجراحية الاساسية هيرجع متل ما كان سابقا ويرد 90% هون شو بتكون عم بتلبي كل الامور الاساسية والمهمة يعني اذا بعدلك هون لتاخد فكرة شوي للمشاهدين يعرفوا لحتى يعرفوا يعني زايدة مثلا بالضمان الاجتماعي هلأ تعرفتها 850 دولار في حين نحن هنرد في حين كنا عم نردها قبل ب3 شهر ب350 دولار المرارة كانت بحدود ال450 هلأ صارت 1100 دولار الولادة الطبيعية كانت بحدود ال165 صارت بحدود ال400 دولار الولادة القيصرية كانت بحدود ال400 صارت بحدود هيدون بتردوهن للي بيعمل العملية هيدا نحن المضمون بيدفع 10 بالمية من هيدا المبلغ نحن بندفع مباشرة للمستشفى 90 بالمية يعني انا بدي اقولك مثلا استقصال الغطي الدرقية الضمان حيرد هلأ 1443 دولار وهكذا ده وليك يعني المي الزرقى بالعين الكل بيعرف نحن عنصير نرد حوالي 1100 دولار انا من حوالي 5-6 شهر في عمي بعتناه على اهم مستشفى بلبنان اللي هي مستشفى العيون اهم دكتور شرفان اخدوا 800 دولار وبالتالي نحن عم ندفع اكتر بكتير نسو ليش لحتى نقوله ان نحن عم نعطيكم عقكم متل ما عملنا بغسيل الكلة فالمواطن ما حيدفع الا العشرة بالمية وهيدا الموضوع بدون يلتزموا فيه المستشفيات لانه صار بالاربع خمس سنين ما حدا بيقبلو وبالتالي هيدا الخطوة اساسية وجوهرية لانه عم بتلبي حاجة اساسية للمواطنين يعني هيدا مش طبابة ولا واحد وجعه راسه وجعه بطنه هيدا حيضل الضمان يساهم 10 و 20 بالمية بس وقت اللي عنده عمليات وإلى ما هنالك هتكون مساهمة الضمان الاجتماعي حقيقية وفعلية بتسعين بالمية من المبلغ كما ينص عليه قانون ونظام دكتور انا كمواطن لبناني اذا بدروح عمل عملية الزايدة بدأ تكلفني الف دولار مثلا بدفع الف دولار بتردولي تسعمية لنا لا لا انت بتدفع الفرق العشرة بالمية انت بتدفع مية دولار ونحن منحاسب المستشفى بتسعمية دولار مش بدفع الالف وبتردولي تسعمية لا 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 فيما يتعلق بالضمان هيدا نظام الضمان الاجتماعي انت بتدفع الفرق الخصة طبعك اللي هي عشرة بالمية والضمان بيدفع للمستشفيات الفرق اللي هو بهالمثال تسعمية دولار وهون نقطة كتير مهمة وجوهرية نحب كمان نوضح للمستشفيات لأنه أهم من موضوع التسعير وتعطي السعر الحقيقي أنك تدفع نحن ماليتنا مستقلة مش مربوطين بالدولة اللبنانية عنا استقلالنا عنا سياساتنا وعنا إدارتنا المالية المستقلة مثل ما عملنا نحن بغسيل الكلا نحن قلنا لهم كل شهر كل شهرين تحد أقصى بتجيب لي المعاملات من هون المبالغ المقطوعة الجراحية بتدفع لك من هون وبالتالي لن يكون هناك أي تأخير في هذا الموضوع تقريبا كل شهر لشهرين كحد أقصى كل المستشفيات والأطباء بتوصلون حقوقهم والأهم من هيك نحن وكبنا هذه الخطوة كمان بموضوع كتير مهم كل ما هو متوجب على الضمان الاجتماعي من تراكمات للمستشفيات كمان لغاية آخر الثلاثة وعشرين بلشنا نعمل تسويات نحن وياهم فيه هلأ أكثر من 18 مستشفى صار الملف بمجلس الإدارة لنأخذ القرارات اللازمة لحتى نضخ صيولي للمستشفيات يعني من ناحية نحن من نحقنا من نحق المواطن ولكن من تاني ناحية نحن مش هنبخل على المستشفيات عم نعطيهم حقوقهم فبدهم يعطونا مش بس يحترموا التعريفات من ناكمان نوعية العلاج لأنه نحن اللي بهمنا الأهم هو جودة ونوعية الخدمة بدي أسألك عن هذا الموضوع بالضبط دكتور يعني قبل ما نروح لمواضيع أخرى ويمكن مش من اختصاصكم ولكن الرقابة على التعرفة أول شيء يعني أنت بتجي بتقول لي أنا بدي دفعك كم مستشفى وأكيد بإيجابية عم بحكي وبنية طيب كمواطن بيسأل أنه أنا بدي دفعك 10% فرق الضمان بس مين بيضمن للعملية أنت ما تكون زدت التعرفة تبعها أو الإجراء تبعها الرقابة أديش مهمة ومين رح يكون مسؤول 100% يعني هذا سؤال جوهري ومهم وهذا كمان ومن ناحية الجودة أكيد 100% هون خلينا أوضح لكل اللبنانيين نحن عنا جهازين رقابة تابعين للضمان عنا أطباء مراقبين منتشرين بكل المكاتب وبكل المستشفيات لبنان بالإضافة لهذا الجهاز المتخصص عندي جهاز آخر متخصص اللي هو المراقبين الإداريين على المستشفيات يعني أنا عندي جهازين لحتى ما يصير فيه أي تواطئ يمكن منقول حكيم صار صحبي أو إلى ما عنالك مع مستشفى فيه مراقب إداري بيكون موجود أو العكس نعم بالتأكيد هيدا الموضوع أي مواطن حيعرف من وقت اللي بياخد وأصلا نحن نشرهم تقريباً مثل ما عملنا بموضوع الدواء نحن من هلأ من يكون التنين أو التلاتة كحد أقصى بيقدر المواطن اللبناني عطيتك أنا حوالي العشر أمثلة بفوت هو هيدا العمل الجراحي هلأدب يدفع الضمان العشرة بالمية هلأدب يعرف قبل ما يروح هتنشر باللوائح على الموقع الإلكتروني مش حننشرها اي على الموقع الإلكتروني انت من بيتك قبل ما تروح شو لازم تدفع والمستشفى شو لازم تاخد والمرائب الإداري موجود بقلب المستشفى كل واحد عنده شكوى بيقدر يتوجه للمراقب الإداري أو للطبيب المراقب لحتى الضمان الاجتماعي ياخد الإجراءات مثل ما عمقول الموضوع جد واضح اللي كان ساري بالقبل انه مش فرقني معهم لا ضمان لا وزارة صحة لا تعاونية ومبسوطين وعن بيركموا الأرباح لأنه ما كنا قادرين ندفع لأ نحنا هلأ عم نقول شرنا قادرين ندفع أكيد ما حندفع كل شي لأنه التمويل مثل ما حكيت قبل شوية محصور بس نحنا الأمور اللي حندفعها حنساهم فيها بشكل أساسي وجيد لحتى يقدروا يلتزموا بالتعريفة دكتور هل بكل سهولة بدنا يمكن تطبق هذه الأمور من ناحية التعريفة وجودة الاستشفاء يعني بالتأكيد نحنا نحنا أي يعني ما بدنا نكون كمان دايما هيك سيئي أنيي ولكن بلبنان بيصير كتير 100% 100% خلينا نكون واضحين نحنا هيدا الموضوع مثل ما قلت لك بلشنا فيه بأول شهر أربع وقلنا خمسين بخمسين وقلنا يا مستشفيات بقونوا تطبقوا هيدا النظام وعطونا مدة شهرين لنعدل التعريفات اللي صارت هلأ واقعية من مبارح لنكون قدرنا عاعدنا النظر وإلى ما هونالك وبالتالي تقريبا معظم مستشفيات لبنان التزمت يعني أنا بقي كم مستشفى من هالإجبار بلبنان لأسباب ألو تقنية نحنا موعدين كنا أوتيل جو بخمسة عشر شهر تكون منازلة بس نحنا مبارح عملنا بشكل واضح لنهلي لآخر الشهر لآخر الشهر وبالتالي ما عد فيه أي استثناء لحدا نتأمل أنه الأمور تروح بعقلانية لأنه مثل ما عمل لك نحنا بهمنا القطاع الطبي بلبنان مثل ما بتعرف هيدا القطاع بوصف عشرات آلاف اللبنانيين بتشتغل بالقطاع الصحي والاستشفى بلبنان بهمنا لبنان يضل ويرجع باستشفى الشرق ولكن من تاني ناحية بدون يعرفوا أنه الشعب اللبناني أصبح شعب فقير فيه كلكم عم بتشوفون فيه يمكن مية مية وخمسين ألف إنسان اللي بتشوفوهم بكل المطاعم وعلى بطورة والباقي لا مزبوط والباقي أصبح مسحوق وبالتالي يا بنا كلياتنا نتعاون لأنه كلياتنا بهيدا الموضوع سوا وبالتالي بتأمل أنه مثل ما نحن تعطينا معهم بروح إيجابية مثل عم نتفعلهم كل التراكمات التاريخية بالضمان مثل ما عم نعطيهم يعني نحن للمستشفيات للمستشفيات عطينا ضربنا لهم التعريفات 40 مرة و50 مرة و60 مرة في بعض الأمور يعني عم حاسبهم على دولار 90 ألف في حين كل التقارير اللي عملت من الآيالو والبنك الدولي ما بتقول أنه كل شي زاد 100% صح لأنه مش كل شي هني عم يزيدوه 100% وأبسط فيتين المشكل بهالموضوع مع بعض المستشفيات وأبسط مثال هو الأجور هل هني هلأ عم يصرحوا على الأجور ما كانوا يصرحوا سابقا أو هلأ هني عم يدفعوا كما كان سابقا أكيد لا والكل اللي بيعرفت أنه الأجور هي بحدود 35% من الكلفة هيدا العملية مش سهلة نحن عم نعمل عن نقلة نوعية مش بس موضوع التعريفات ودفع أكتر هيدا سياسة هيدا سياسة متكاملة لأنه شو هيدا يبقول أنا بقول له هاي العملية الزايدة حبيبي حدفع لك هيدا المبلغ بتروح بتعمله عملية زايدة ما بتعمله فحص له راسه فحص له إجره ومري مدري تضحك عليه وتبعته هيدا الموضوع ما عد فيه فاتورة مفتوحة بالتأكيد بالتأكيد يعني اللي بده يكون شوي أو كتير مترياليست ما حيعجبوها الموضوع هو كان فلتان متل ما بده بتفوت بتقول له بطنع ميوجعني بيعمل لك ما هتعملكم المشكل هيدا الأمور لا متل ما مشيت مع وزارة الصحة لا تمشي مع الضمان نحن أكبر جهة ضامنة بلبنان وزارة الصحة في وراها حكومي ووزارة ونحن كضمان اجتماعي عنا إمكاناتنا عنا أجهزة رقبية عنا مدرية التفتيش والمراقبة نحن عنا مفتشين عنا أطبائنا لمرأبين وابعد من هايك هن عندهم السلطة نحن عنا شعب نحن فيه مليون وثلاثمئة ألف إنسان فيه عم نحكي تقريبا ستمئة ألف مضمون إذا هن ما بدهم ينزلوا يدافعوا عن حقوقهم ويدافعوا عن الضمان الاجتماعي وبالتالي نحن اللي عم نعمله مش لقلنا بالشخصة نحن بالتأكيد إنه كل إنسان بحب يعمل مشاريع ويطور ويضوي مطلح ما هو قاعد نحن بنقول اللي نعمل شمعة بإطار كلها العتمة الموجودة بلبنان هاي اللي خطوة إلى الأمام بتعمل من الأطباء والمستشفيات يلاقونا إيد بإيد لحتى نقدر نطلع قلياتنا من هيدا الموضوع نظرا لأهميته وحساسيته لأنه بدي لكم ويمكن أنتوا عارفين والمسؤولين عارفين في ناس عم بتموت ببيوتها صح لأنه بطل معها تروح دغري على المستشفى متل قبل بتحس شي عوارد بالقلب بتقول لأ هلأ بتمرق أول جمعة بتمرق تاني جمعة آخر الشي بيروح بحالة طارقة بيبطل فيهم ينقذوه وبالتالي في ناس عم بتموت لأنه مش قادر يتجيب دوا لأنه مش قادر يتفوت على المستشفى فاللي ما بدي يكون عنده هالحس الإنساني والاجتماعي والمواطنية بالتأكيد سيكون فيه خلاق نحنوية بس نحن مراهنين على العقلانية عند معظم المستشفيات خاصة أنه معظم المستشفيات إما فيه إرساليات أو جمعيات بالديرة أو أحزاب سياسية للكل بعتقد عندهم مصلحة المواطن اللبناني مصلحة الضمان ومصلحة كل اللبنانيين دكتور قبل أن نروح للفاصل بالقسم الثاني بلقاءنا اليوم نحكي عن قانون تقاعد والحماية الاجتماعية طبعا أسألك سؤال لذل هذه الأزمة كيف كان وضع الاشتراكات هل الاشتراكات تحصل وشو صار بالاشتراكات يعني بالأزمة بتعرف الواحد بسيرون خلص بلا ما يدفع الاشتراك بلا ما يدفع هذا الاشتراك لأنه ما معه لا يملك مساري كمان فهمت عليك هو الأساس يعني الضمان إذا بنحكي شوي لأنه هون جبنا شوية معطيات بس لتفهم لنقدر نوضح للناس ما في ضمان اجتماعي بيكون مرتاح إذا البلد ما في استقرار وما في نمو اقتصادي ليش بالمكرو وقت اللي بلد بيكون في تطور اقتصادي بيكون في عمالة عم تستخدم ناس عم تتحرك العجلة الاقتصادية عم بيفوت أجر جديد عم بيفوت إيرادات عم الضمان وبالتالي بيقدر الضمان يعمل خدمات أكتر للأسف أخذنا شوي طلعنا على بعض الأحصاءات طبعا البنك الدولي للأسف الكروسونس بلبنان تطور الاقتصادي من وقت الأزمة من الالفين واتمنطعش لهلأ يعني بالتسعة وطعش ناقص تقريبا سبعة بالمية بالعشرين ناقص واحدة وعشرين بالمية بالعشرين بالواحدة وعشرين ناقص سبعة بالمية ونحن بعدنا هلأ بالتلاتة وعشرين ناقص سفر فاصل اثنين بالمية والمرجح انه نكون بحدود السفر فاصل خمسة او تقريبا سفر بالأربعة وعشرين وبالتالي بهيدا الجو اللي ما فيه نو موقع اقتصادي بالجو اللي نحن تقريبا من الالفين واتمنطعش الالفين واتمنطعش للالفين واربع عشرين فقدنا تقريبا عشرين لخمسة وعشرين بالمية من الأجراء يعني كان عندنا نحنا خمسمية وتلاتين ألف أجير بالضمان صار عندنا أربعمية وتلاتين ألف أجير لتعرف عمق الأزمة وبالتالي منشان هيك بالتأكيد في مشاكل كتير كبيرة بموضوع إرادات الضمان بموضوع اشتراكات الضمان وسداد هيدا الموضوع هيدا المشكلة الكبيرة شو ما ردها للأسف لأنه الكل اللي بيعرف بلبنان معتبرين أنه الناس بتتشاطر أنه أصحاب العمل آخر الشي ما بدهم يعني بصرح لك أنت موظف الحد الأدنى كان تسعة مليون عملنا مئة ألف معركة اللي صار 18 مليون هلأ بصيروا كل الموظفين بلبنان بيقبضوا من 18 مليون للعشرين خمسة وعشرين مليون لس أكدت ببلشوا تفعولهم 200 تلاتمية أربعمية للألفين وثلاثة آلاف دولار يعني إذا بدك تضحك في أحد الأشخاص بيقبض خمسة عشر ألف دولار وبصرح للضمان بعشرين مليون هيدا المعاشر السابت المعاشر وعشرين مليون ليرة وبالتالي المشكلة هون وللأسف يعني نحنا وصلت فترة كان في خلاف حاد نحنا والهيئات الاقتصادية يعني نحنا متفهمين أوضاعهم عارفين شو المشكلة اللي عندهم مشكلتهم وقت البدي يصرحوا عن كامل الأجور تنعكس على تعويضات نهاية الخدمة وعلى مبالغ التسوير اللي بتعمل لهم مشاكل فنحنا كنا متفهمين وعم نشتغل برواء نحن وياهم بس آخر الشي انه يكبوا الطابع على الضمان الاجتماعي في حين هن اللي عم يتهربوا وهن اللي مش عم يلتزموا ويجي بيقلك انه يه ليه الضمان ما عم بيرد اللي متل قبل لأنك انت بالصينك عم بتقول انا مش عم صرح إلا عن عشرة بالمية من الأجور الحقيقية وبالتالي اللي بيصرح عن عشرة بالمية من الأجور الحقيقية ما في يقدر يطالب الضمان بتسعين بالمية من التقديمات فلب المشكلة هون انه اصحاب العمل بدون يشرفوا تدريجيا مثل ما نحنا عملنا بالضمان الاجتماعي يصرحوا للضمان يصرحوا عن كامل الأجور المدفوعة فعليا وتدريجيا هلا انا بفهم بيقدروا انه شوي تجي يقولوا الدولة في وضع اقتصادي صعب تشرف الدولة تدفع للضمان الاجتماعي اذا الدولة بده ترقف باصحاب العمل وبده تساعدهم ما بتعمل لهم تشريعات لتعفيهم من الضمان لا بتقول انه انا بدي ادفع للضمان الاجتماعي ليقدر الضمان الاجتماعي يدفع فاللي عم نعملون احنا بالضمان الاجتماعي بعشرين بالمية من ايراداتنا عم نحاول نعود نرجع تدريجيا وبالتأكيد ما حنقدر الا بمساعدة الدولة منشان هيك طلبنا مثل ما نعمل للتعاونية مثل ما نعمل لوزارة الصحة يعني هل يعقل تعاونية الموظفي الدولة رصدو لها 14 الف مليار بالموازنة وهن ما بيطلعوا واحد على خمسة من عدد المضمونين والضمان 3000 مليار وزارة الصحة رصدو لها 40 الف مليار في حين الضمان الاجتماعي 3000 مليار وبالتالي هيدا بيرسم كل السياسيين بالبلد الضمان الاجتماعي ما عنده مطبعة ما بيطبع دولارات عنده الاشتراكات ومساعدة الدولة نحن بحالة استثنائية صعبة على الدولة مثل ما ساعدت التعاونية مثل ما ساعدت وزارة الصحة بده تجي تساعد الضمان ما بده تساعد تشرف تجبر أصحاب العمل يصرحوا عن الأجور الحقيقية للضمان الاجتماعي وما تحميهم هيدا الموضوع وما تحميهم هو برسم الدولة والهيئات الاقتصادية هن بدون يلاقوا الحلول ليعطوا الضمان التمويل اللازم ومن تاني ناحية فيه كمان العمال هنقوله بشكل واضح إذا هن بس قاعدين ببيوتهم وبيكتبلك على الفيسبوك ليش أنا معمير يردلي الضمان وبيزدتلك تويتو خبرية وقاعد ببيته هيدا ما هيعطيه حدا شيء يعني اللي ما بيروحوا يطالب يعني وقت اللي فيه أكتر من ستمية وعشرين ألف مضمون بالضمان الاجتماعي وبتدعي لمزاهرة لحماية الضمان أو لزيادة تقديمات الضمان بينزلك خمسين أو ميت واحد فمعناتها هيدا الشعب مش خرج يكون عنده ضمان اجتماعي وبالتالي مثل ما نحن عم نركض ليل نهار يشرف يشرفوا هالمضمونين مش يقلي والله اوف أنا عم بدفع شوي زيادة شو عم تدفع ما بدك تشوف اللي عم تدفعه روح قارن شو بيدفعه بشركات التأمين يعني أنا هلأ بحب أقولك أي مواطن لبناني فوق الاربع وستين إذا هو ومرته إذا بيلاقي تأمين خاص أعلي من 8000 دولار مش موجود أنا بقل لك هلأ إذا أنت مواطن لبناني تخلق عندك سكري ولا شركة تأمين بتاخدك أنا بقل لك إذا أنت مواطن لبناني عندك بسموه أباز أو سير فوا ناصح ما حدا بياخدك ما عندك ولا بيشكل صحي ما حدا بياخدك فبالتالي هيدا الحكي شركات تأمين أوفروا إلى ما هنالك هلأ كله هيدا يعني شعارات فارغة ما إلى محتوى وبالتالي بهالموضوع مثل ما نحن عم نشكل لحتى بهالكمية القليلة من الأموال نعمل أكبر قدر ممكن من الخدمات الدولة بدأت شرف وأصحاب العمل والعمال ثلاثتهم هن أطراف الإنتاج بدهم يتوافقوا ويلقوا التمويل اللازم للضمان نحن نروح لفاصل وبعد الفاصل نحكي عن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية أيضا قديش مهم للناس إذا نفاصل ونعود لمتابعة ملفات